من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية انضموا إلينا على الهواء مباشرة إذن رامي هناك تخوفا أمريكيا بشأن الحرب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بل على لبنان وأيضا هناك انفتاح وفقا لوسائل الإعلام من الجانب الإسرائيلي للخوض في مباحثات في إطار المبادرة الأمريكية المقدمة اليوم هل من جديد لديك في هذا الشأن؟ مرحبا أميمة حتى الآن لم تتضح بعد معالم وتفاصيل هذا المقترح الأمريكي الذي أعلنت عنه وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين ولكن هناك ربما خطوط أساسية تتعامل معها الولايات المتحدة الآن وإن هذا المقترح يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار ما بين إسرائيل وحزب الله قد يصل إلى أربعة أسابيع منعا لأي تصعيد وتحول الأمر إلى حرب إقليمية شاملة في تلك المنطقة بعض وسائل إعلام مثل سين إن نقلت أيضا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو منفتح على الجهود الأمريكية لوقف إطلاق النار في لبنان لكنه يشترط أن على أي تسوية أن تتضمن عودة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل الولايات المتحدة بدأت بالفعل في بذل هذا الجهد العاجل الذي ينخرط فيه مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن عموس هوكستين والذي يعني زار المنطقة أكثر من مرة زار إسرائيل وزار لبنان أكثر من مرة وهو المتخصص الأمريكي في هذا الملف ولكن بالتأكيد هذه المباحثات التي ينخرط فيها هوكستين وغيره من المسؤولين الأمريكيين لا تتم بشكل مباشر مع حزب الله إذ أن الولايات المتحدة لا تتفاوض مباشرة مع حزب الله مثلما تتفاوض مع حماس بالمناسبة وعلى ذكر حركة حماس أيضا يعني تحدث موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الجهد الذي تبدوله الولايات المتحدة الآن يحاول الربط لعمل تهدئة مزدوجة في كل من ما بين إسرائيل وحزب الله وما بين إسرائيل وحماس في غزة أيضا إذ أن الأمرين بالنسبة للولايات المتحدة مرتبطين فإذا اشتعل أحدهما يشتعل الآخر وإذا هدى أحدهما يهدأ الآخر ولذلك تعمد الولايات المتحدة إلى محاولة بذل جهد مزدوج في الجبهتين لتهدئة هاتين البؤرتين المتوترتين نعم في هذا الإطار وخاصة أن هذا التوجه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يعني بأنها قد فطنت وتحاول أيضا إسال رسائل واضحة للجانب الإسرائيلي بأن أساس المشكلة هو قضية غزة والحرب على غزة على هذا الأساس هل تشمل غزة هذه المبادرة؟ هل من أخبار تتعلق من قبل المبعوث الأمريكي هوكستين فيما يتعلق بغزة؟ هكستين مختص أكثر بالتوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أي أنه هو المتخصص في هذا الملف الملف الخاص بالمفاوضات في غزة هناك آخرون يطلعون به مثل بريت ماجورك وهو أيضا مستشار للرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط وكذلك ويليام بيرنز مسؤول الاستخبارات الأمريكية ولكن الجهد سيتم بالتوازي أو تحاول الولايات المتحدة ذلك يعني تحاول أن تحيي مرة أخرى مسار المفاوضات الخاصة بالضبط هي تحاول أن تحيي مسار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وأيضا في نفس الوقت تحاول بدء جهد دبلوماسي عاجل لوقف إطلاق النار على الجبهة الإسرائيلية الشمالية ما بين إسرائيل وحزب الله نعم شكرا جزيلا لك أرامي جابر ومراسل القائر الإخبارية كنت معي من واشنطن شكرا لك